بالنسبة للطاقية إذا سجدتها الرجل إذا سجد فيها بسجود نعم السجود على الطاقية وعلى الغطرة وعلى التوب الذي أن تلابسه مكروه لأن هذا شيء مكتصل بالإنسان المصلي وقد قال أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة يقول إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض أما إذا لم يكن حاجة فإنه مكروه وعلى هذا في السجود على طرف الطاقية مكروه لأنه لا حاجة إليه فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلة أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على مندين واسع يسع كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا لا بأس به لأنه منفصل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمر وهي حسين صغير لحيث يسع كفر المصلي وجبهته نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر